كمان معنا خبر بيقول الإعلان عنها أول سبتمبر بيان من الحكومة بشأن مصرفات المدارس الحكومية بشأن مصرفات المدارس الحكومية أكد المركز الإعلام لمجلس وزراء أنه مشهور متداول ببعض مواقع الإلكترونية وصفحات تواصل الاجتماعي تضمن قيمة المصرفات بالمدارس الحكومية لعام 2021 ليس لها أساس من الصحة يا جماعة فيه خبر منتشر أو فيه جدول كده منتشر أن مصرفات المدارس الحكومية زادت وقلت ومش عارف إيه والفلوس هنا كام وهنا كام وعدادي وابتدائي الكلام ده غلط وزارة التربية والتعليم بتقول لحضراتكم وإحنا بنبلغكم من خلال برنامج صباح النور أن ما فيش حاجة حصلت أن ما فيش أي أخبار متداولة عن المصرفات في المدارس الحكومية لكن أنا شخصيا هعيد وزيد تاني هعيد وزيد تاني ومعليش استحملوني أنا بطالب وزارة التربية والتعليم مرة تانية زي ما بنتكلم عن مصرفات الحكومة الناس اللي هي مش قادرة أو على قدها مصرفات المدارس الخاصة اللي بيدفع لابنه في المدارسة الخاصة هو مش واحد غني معاه فلوس فراح يعلم ابنه في مدارس خاصة إحنا عندنا وبعيد الكلام تاني وأنا أسف أن أنا بساعات بعيد الكلام أني ممكن واحد يوفر الأكل وشربه عشان يعلم ابنه ده في مصر إحنا عبدنا على كده مدارس الخاصة ماينفعش تتساب منها الأولياء الأمور وإحنا نخبط في بعضه اللي قدر على التاني أو يجي يقول لي مش عاجبك ما تدخلش ابنك المدرسة ومدرسة السنة اللي فاتت بـ 30 النهاردة بـ 40 والنهاردة السنة اللي فاتت بـ 15 السنة دي بـ 20 ماينفعش تسيبني فريسة للمدارس الخاصة على اعتبار أن أنت متفهم أن أنا معايا فلوس فبعلم ابني مش معايا فلوس بس عايز أعلم ابني مش معايا فلوس بس عاوز أعلم ابني اللي هيبايع حتة الأرض اللي بيوفر من مرتبه واللي بيعمل ميت جمعية عشان يعلم عياله اللي بيوفر أكلة اللحمة والفرق عشان يعلم عياله ده في مصر إحنا بيحصل كده فأرجو من وزارة التربية والتعليم زي ما صدرت النهاردة بيان رسمي بتقول أن احنا أول سبتمبر هنقول مصروفات المدارس الحكومية أرجوكم أرجوكم مرة تانية وثالثة وربعة بالناشط حضراتكم يا ريت تقولوننا مصروفات المدارس الخاصة الناس تعمل إيه الناس تعمل إيه ما تسيبوش أولياء الأمور فريسة للمدارس الخاصة الناس مش قادرة الناس مش قادرة الناس معهاش الناس اللي معاه بيأكل عياله وأكله وشرب يبقى زي الفل بس في نفس الوقت مستحرم يخرج ابنه من مدرسة أو هو ابنه يعني الودوة للبت اللي عايز يعلمه فبصراحة لو هو عايز يعلمه مش هيوديه مدرسة حكومة حتى لو هيبيع حاجة من عنده ولا هيبيع الدعابات لمراته مش هيوديه منه مدرسة حكومة لأن ما فيش تعليم فبنتمنى المدارس الخاصة وموضوع المصرفات أتمنى أن زي وزارة التربية والتعليم احترامتنا يبقى فيه بيان بهذا الأمر